بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الرعد ودعاء الرياح والعواصف ودعاء المطر أولا دعاء المطر روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا رواه البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر يقول اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه البخاري أما عن دعاء الرعد أما عن دعاء الرعد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الرعد فسبحوا اذا سمعتم الرعد فسبحوا ومن المأثور قوله عند سماع الرعد ومن المأثور قوله عند سماع الرعد ما جاء عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الكلام وترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا سمع الرعد سبحان الذي سبحت له يخاطب الرعد فيقول سبحان الذي سبحت له أخرجه الطبري في تفسيره والبخاري في الأدب المفرد وقالوا كان أيضا سيدنا علي بن أبي طالب يقول سبحان من سبحت له إذا سمع الرعد يقول سبحان من سبحت له يقول للرعد سبحان من سبحت له أما عن دعاء الرياح والعواصف فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح يقول إذا عصفت الريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به الحديث رواه مسلم اللهم إجعل هذا المطر علينا جميعا صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانك يا الله يا من يسبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك يا رب العالمين اللهم نزول المطر من مواطن استجابة الدعاء اللهم فاستجب دعاءنا يا رب العالمين واجعلنا جميعا من الموفقين كل سامع وكل متكلم من الموفقين الذين ترضى عنهم وتسكنهم فسيح جناتك وتشملهم برعايتك ورحمتك وكرامتك ورضوانك يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا اللهم يا رب العالمين اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا يتآلف أهله فيما بينهم دائما يا رب العالمين اللهم أنزل رضوانك ورحماتك وتأليفك يا رب العالمين بين البشرية جمعاء اللهم اجعل رضوانك يحل على تلك الأرض كلها يا رب العالمين اللهم بارك في أهل مصر وفي أرض مصر وفي سماء مصر وفي هواء مصر وفي صحة أبناء مصر وجميع الناس يا رب العالمين اللهم آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته